يقول السائل المرجوع دعوة الشباب إلى حلق العلم طبعاً الشباب في الحقيقة يحتاجون إلى تحبيب العلم إلى النفوس وإلى إزالة الشكوك عن مسائل العلم لأن الهجمة قوية ونحن نعذر الشباب طبعاً عذرنا لهم ليس عذراً تاماً يعني هم انفرط شوية ولكن للنزق الذي يصاحب الشبيب ولضعف الإدراك والوعي ومعرفة ما تقول إليه الأمور فإننا نعذرهم إلى حلق ولكن ندعوهم إلى العلم لأنه والله يقبح بالمسلم أن يجهل دينه أنا كان تعجب يعني واحد يمكن يكون عنده معلومات في أمور الدنيا يكون مثقف يكون كيقرف أسلاك متقدمة في الدراسة النظامية يكون عنده البكالوريا ولا الماستر ولا حائز على الدكتوراه ولا أعلى من ذلك ولكن حينما تسأله عن ألف باء الإسلام تجده جاهد طيب بما يلقى ربه عز وجل نحن أيها الإخوة الكرام أمرنا الله عز وجل بطاعته وخلقنا لعبادته وهذه الأمور التي نباشرها ينبغي أن لا نعطيها أكثر من قدرها الغريب هو أن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا ويفرغ لها وقته ويبذل فيها جهده ويعيش من أجلها ويخاصم من أجلها ويقاطع غيره من أجلها ثم ينسى الأمر الذي لأجله خلق ويضيع العبادة التي بهاي القرب وهو عز وجل هذه العبادة هي أهم شيء والعبادة لا بد فيها من العلم فربنا عز وجل لا لا يعبد عبادة صحيحة إلا إلا على جهة العلم يسأل لك أن جاهل أما يمكنش يعبد الله عز وجل العبادة صحية لا بد في العبادة من الإتقان لا بد في العبادة من موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء لا بد منه إذن ندعوكم إلى الانضمام إلى حلق العلم وهذا والله فيه أجر وفيه طرد للجهل وفيه ثواب الله عز وجل وفيه حفر لأن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأمر الغيبي كما ذكرنا فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة